السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم شيوات سهلة واقتصادية كنتم نتكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم حلوات وزاتي سهلة مهلة مكونات اقتصادية ثلاث مكونات فقط بدون بيت ولا زيت ولا صكر ولا خامرة كما قلت لكم ثلاث مكونات فقط وكتجي لديدة بزاف في الشيشة كالدوب في الفم طريقتها سهلة كتتحضر في وقت واجيز وكتجي رائع جدا كنتم نتقوا مع الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير واللي كنتم أول مرة تدخلوا للقناة مرحبا وألف مرحبا كنتم نتضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش دائما تصلوا بجديد الوصافات وندوزوا إن شاء الله على المقادير وطريقة التحضير وبسم الله على بركة الله نجيبوا والإناف جنخدموا أو شي قصيعة نضغطوا فيها مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة اللي هي نصف ديال الرابعة بالنسبة للزبدة ممكن نضغطوا ديال العلبة أو ديال العبار اللي متوفر عندكم أو ماريارين اللي بغيتو غير هي من الأحسن ديال العلبة كتعطي مدق زوين وغنضيفوا عليه أربعات القطاع ديال الجبن المتلت وهنايا اختياري ضفت نكهة سكر فانيلا وضفت الفلون بنكهة الفانيلا هذا ديال درهم صغير فيه خمسة جرام اختياري هاد المكونات كيما قلت لكم هاد الحلوة المكونات الأساسية ديالها هي الزبدة والجبن ودقيق صافي وكتجي الديدة وزوينة هاد السكر فاني والفلون اللي متوفرين ديروهم ما متوفرينش ماشي ضروريين كيما كتلاحظو كان نحاول نخدم مزيان كيما كتلاحظو كان نخدم مزيان كان الزبدة مع الجبن كيما كتشوفو معايا و بنسبة الفلون كيما كتليكم و الفاني اختياري فقط ضفتهم كيما كتلاحظو بعد ما كنخدمها مزيان حتى كتكون بهاد الشكل هادا الان غنبدا نضيف الدقيق الابياد الخاص بالحلويات اللي كيكون مغرب المنقبل ضروري بنسبة الدقيق هنايا عندي ميتين وخمسين قرام اللي هي الرابعة ديال الدقيق قنضيف شوية بشوية وانا كنجمع ممكن نضيفوها كاملة ممكن يشيط لكم منها واحد شوية المهم انا نقول لكم شحل خدت لي بالضبط كنحاول نجمع العجين بحلها كذا و كنجمعها و بهاد الشكل هادا و انا كنضيفو الدقيق شوية بشوية هاد الحلوة هادي كتجي عجينة ديالها ارتبع الخوة مكتجيش قاصحة مغسناش نكتروا لها الدقيق هلا قاصحة بزاف كتجي قاصحة و كتشقق لنا في الفرن كيما كتلاحضو العجينة ديالها هتشوف القوام ديالها كتكون ارتبعا و كتجيه شيشة صراحة كتدوب في الفم كتجي رائعة بزاف و السهلة تتحضير ضغيات وجدها في ساعة و بالنسبة اللي بغا يدير كيمية كبيرة بزاف ممكن يضوب المقادير و لكن هاد الكيمية راكتعطي تبارك الله ما شاء الله راكتعطي و خغير راكتعطي راكتعطي فيها خير و باركة كما كتلاحضو بالنسبة المتين وخمسين قرام انا دخلتها كاملة كما كتشوفو معي انا صافيت ساليتها الان غنجمع العجين ديالي كما كتلاحضو هادي العجين ديالي بعد ما تجمعات هدا هو القوام اللي كيكون كما لاحظو كنبقا نجمعها بهذا الشكل هذا حتى كنسجم لنا دقيق مزيان مع المكونات و كتكون رطبا بهذا الشكل هذا ما كتلتسقش في الهدين و لكن رطبا و الان غنبدا نشكل العجين ديالي كنقطع الكويرات صغورين و كنكون وجهة لطا ديال الفرن نفرش فيها الورق ديال الزبدة و كنكون حتى شعلت على الفرن ديالي بالنسبة للفرن الغاز انا انا دبرا نشعلت على الفرن و نقصت عليه باش يسخن على خاطره كننشكلها على الشكل حربول بهذا الشكل هذا هادي طريقة سهلة بزاف في ساعة وجدوها سهلة بزاف و كتبخى اختيارية ممكن تشكلوها بالطريقة اللي بغيتو ممكن تديرو فيها الهلاليات ممكن تقطعوها بالطابع اللي بغيتو ممكن تديرو اي شكل بغيتو ارتحتو في وجهكم سهل ولكن كان ظن هذه الطريقة الاسهل تديرو حربول بعد الشكل هذا راها تشكل بسهولة و نشيبو الموس سكينو تقطعو هكا صبعات بعد الشكل هذا راها تشكل بسهولة و توجد في ساعة فاقل من 15 دقيقة توجدوها كيما لاحتوا معي طريقتها راها سهلة كنحاول دير حلب حربولة كارقيق و كناخد عباري عيني ميزاني هكا ما كنديراش كبيرة بزاف ما فيهاش الخاميره ما عديش تنفخ بزاف ولكن شوية ضروري ما تزاد واحد شوية كيما كشوفوها السمراكا هكا غنشكلها كاملة و الآن غندخلها للفرن بعد مسخن مزيان نقص عليها عفية مهيلة طيب على خطرها راها ما تطلش في الطياب دغاية كتطيب و نزلها لتحت تتهمر واحد شوية و ان شاء الله ندوزو للتزيين هنا هي الحلوات اللي بعد ما طابت تخلي تحته بردات كتجيب هات الشكل هذا راها كتجيه شيشة و زوينة الآن غنجيب شوكولاتة البيضاء اللي دوبتها مع القليل من الزيت هنية كنستعمل شوكولاتة غالة كدير لها شوية الزيت و كندوبها و غنزين هنية بالفيوتين وتزيين كيبقى اختياري ممكن تديروها كما بغيتو تزينو بشوكولات الأسود والكوك تزينو بشوكولات الأبيض ها كانت كما درج والفويتين او اللي كونفليكس او اللي فرميسي الشوكولات او اللي تديروها غير في سكر غلاسي كيه الاساس ديالها الشكل ديالها الأول انها كدر هلاليات و الدر في سكر غلاسي و كتجيه الديدها الزيت تزين كيبقى اختياري ممكن تديرو لها كما بغيتو كما لحتو معايا انا كنغتصها هنا في الشوكولات البيض كما كتشوفو معايا و كنحاول ننزها بوحد الفرشيطة كنعاون بوحد الفرشيطة باش ما تهنس ليه بزاف ديالشوكولات كيما لحتو معايا كنحاول ننسوسها من ذاك الزوائد ديالشوكولات مزيان و مباشرة كنحطها في اللطان اللي نيس طيبتها فيها اللي كيبكون فيها الورق ديال الطحي و كيما كتشوفو كنحاول نرشع لها شوية ديال الفيوتين كيما كتلاحظو معايا غنستمر على هاد الشكل حتى غنسلي الحلوة ديالي كاملة نزينها و ان شاء الله تشوفو معايا الشكل نهائي بإذن الله كيما كتلاحظو بعد ما كنزينها بشوكولات كنحطها فضلت هذي اللي فيها الورق باش هكا ما تلصقش لنوضغية كتتقلع الى انشفات وبنسبة لهاد الشكل الاخر قررت ندير لي هاد الاشكال هادو هكا قوز كيما كتلكم راه التزيين كيبقى اختياري ممكن نديرها بطريقة اللي بغيتوها كيما لحتو معايا أنا فقط اختاريت نديرها هكا وحبيت نشارك معاكم طريقة التزيين كيما كتشوفو معايا بالنسبة لشوكولات الى برد لكم كي يولي تكيل بزاف خاسكم تعودوا تصخنوه واحد شوية رانستمر هاد الشكل هادا حتى غنزين الحلوة ديالي كاملة وان شاء الله انت لقاوا بشوفو معايا الشكل نهائي وبالنسبة للا بغيتو تديروا فيها بزاف تشكال يعني تنوعوا بحال تديروا نصب شوكولات البيضة ولا نصب شوكولات الاسود ممكن تديروها كيما بغيتو راه كتخرج ما شاء الله كيميا زوينة يعني فيها خير وبركة واخر غير مقادر بساطة كتخرج ما شاء الله كيميا اللي لا بأس بها ان شاء الله انت لقاوا بشوفو معايا الشكل نهائي وهكذا كيكون الشكل نهائي ديال الحلوة ديالي بعدما بردات وجمد عليها الشوكولات مدرتها في تلاجة لوالو حطيتها هكا غير في الكوزينة كتجمد ببعدها ما تحتاج لتلاجة لوالو كيما لاحظوها ديال كيميا اللي خرجت ليها ما شاء الله راه راه ما كيميا زوينة يعني إلا بغيتو تديروا حلويتها كم تنوعا شوية شوية من الحاجة راه تكفيكم إلا بغيتو تزيدوا الضبلو المقادر ممكن كتجيه شيشة وليدها بزاف كنتمنتنا لإعجاب ديالكم كنتمنت تجربوها كنتمنت تشجعوني بجيم وللفيديو كذلك الاشتراك في القناة وتبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب تلكم وانايا نخلكم إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله